ومنها قوله تبارك وتعالى وكذلك أنزلناه حكماً عربياً والحكم في تعريف الفقهاء والعصوليين الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين أي وكذلك أنزلناه خطاباً عربياً وفي أول سورة يوسف إن أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقيدون في أول الزخرف إن جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقيدون وقد أشكل كون القرآن عربياً مع القول بأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يوصف بلغة ولا يوصف بلسان وليست له مطالع ومقاطع وليست له بدايات أو نهايات وهو لم يكن عن صمت متقدم أو سكوت متوهم ولا يتسم بصفة أو بسمة من سمات الحدوثية في كلام الخلق أو في كلام البشر هذا من المعلوم بالضرورة وما ينبغي أن نختلف حوله كلام الله القديم وهو ما يعرف بالكلام النفسي أو الكلام الذاتي الكلام النفسي أي نسبة إلى ذات الحق الكلام الذاتي كلامه سبحانه وتعالى والذي ليس بحرف ولا صوت ولم يكن نتيجة لوجود مخارج كما قال الإمام الويهاقي لا يتكلم بهذه الألفاظ إلا من له مخارج والله سبحانه وتعالى منزه في كلامه عن أن تكون له مخارج أو أن يكون كلامه عن لهات أو لسان وإنما كلامه كلام قديم أزري بقدم الذات هذا ما أشار إليه الإمام البصير آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة موصوف بالقدم فالقرآن له نسبتان كما أكدت ذلك أو بيّنته في مبحث من مباحث الكتاب الفرقان بين نسبته القول والكلام في القرآن القرآن له نسبة كلامية وهي التي تضاف إلى الحق سبحانه وتعالى فالقرآن من حيث هويته أو من حيث ماهيته هو كلام الله تبارك وتعالى أما اللفظ فإنه محدث باعتبار أن الحكاية فيه للرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك لما كان هناك أو لما بيّن أرباب اللغة أن هناك فرقاً بين القول والكلام فالكلام هو المنتظم من الكلمات والحروف والمفيد أو الذي يحمل دلالة أما القول فهو كل رفض مذل به اللسان ومذل بمعنى مذل يمذل بمعنى نطق به اللسان يعني القول لا يطلق على ما في النفس من المضامين أو التصورات لا يطلق إنما يطلق على ما يتكلم به الإنسان أو ما ينطق به الإنسان وهذا فرق من الفروق الفرق الثاني أن القول عند العرب موضوع للحكاية موضوع للحكاية والحكاية هنا تعني البلاغ عن الله سبحانه وتعالى فلذلك أضيف القول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إنه لقول رسول كريم